السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من لعبة Elden Ring تحية كبيرة للجمهور Elden Ring العظيم اللي صراحة شرفوني باشتراكاتهم وكانوا سبب بعد فضل الله انهم يرفعون هذا القناة يا اخي صحيح انا اكتفيت من اللعبة ولكن ما يعني يا عزيزي المشاهد انك تسحب تعال ترى فيه سلاسل حلوة ثانية بوليس تراندد ديب والحين بدينه في بانشت فيه شغلات حلوة ترى تفوتك المهم ما لكم بالطويلة جيتكم مقطع التحديث او الباتش 1.05 طبعا شكر خاص لللي جاني وقال لي ترى فيها update نزل عنه انا اللمانة منتظر اخبار DLC اعطيكم اياها ولكن يلا ان شاء الله في علوم طيبة في هذا ال update نعطيكم اياها اهم شغلة انضافت في هذا الباتش ان الجرس يا عزيزي المشاهد اول كان مجرد ما تبدأ التختيمة الثانية او اللي يسمونها الانجي بلس تروح عليك فكان اللاعب يضطر انه يجمع بهذه الاجراس في التختيمها الاولى ويحللها ويجمع رونز يفرم 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 ويشتري شغلات يحتاجها ويمكن ما يحتاجها في التختيمة الثانية ولكن احتياطا يقولك عشان ما اروح اجيب الاجراس مرة ثانية فكان الوضع صراحة قلق وهذه كانت من اكبر سلبيات النيو جيم بلس وصراحة انبدري عليهم يعني بعد اربع شهور من نزول اللعبة الحين يصلحون هذا الشي المهم الشغلة الثانية هي يقولك ضافوا تعديلات على بعض اختيارات التطويرات مدري انا ويش اقول المقصد يا عزيز المشاهد يوم تروح الى الجريس بوينت ودك مثلا تطور الفلاسك اللي هو الساكرد تير تقريبا هذا اللي كان يزيد لنا كمية الهيل او السحر في القوارير هذا كان يطلب منك انك تروح عند الكنائس وتجمع بعض الايتمات او تروح عند الاشجار الذهبية عشان تزيد عدد الفلاسكات فانت اذا جيت تطور ما في شي يقولك حاليا انت عندك فلاسك او عندك شيء الحين اللي صار فالتحديث انك مجرد ما تدخل هذا القائمة في الجريس بوينت بتشوف هذه الدائرة الصغيرة تقولك ترى متطلبات هذا التطوير موجودة بعكس اول انا عن نفسي صراحة كنت اجلس اضغط كذا لين ما اخلص اللي عندي معرف كم بس كل التطويرات اللي موجودة عندي احاول اني اخلصها وهذا كان التحسين الثاني بالنسبة لهم اللي هو الميجر الرئيسي اما الشغلة الثالثة في قائمة الميجر انه يقولك ضافوا مؤثرات صوتية وقت ظهور علامات الاستدعاء الارض مرواه صح تعبوا نفسهم بالضافة الى قائمة طويلة من الاصلاحات قالوا انهم عدلوا قريتشات الافكي ولكن انا بشركم ما زال القريتش شغال في الرينة تاور وفيه ذاك المكان المشهور عند البحيرة يزبل من فوق المبنى حق الكنيسة اما الاصلاحة الثانية اللي يشوفها اللي هو تعرفون بعض البوستز يعني فيه طرق كثيرة ما شاء الله شعب شغال فيها كيف تقتله من ورا الضباب وكيف مدريش والاختراعات الجميلة هذه حدوا من بعضها غير كذا يقولون انها اصلاحات وهذه ممكن تسبب كره بعض اللاعبين لهذا الاصلاح انهم بطعوا الانتقال السريع بين التعويذات يعني ما يصير تقدر تلقي بسرعة في تحول الى تعويذها لبعدها فالمكس الجميل هذا كان شي من الماضي الحين غير كذا عندك اصلاحات كثير من المشاكل متعلقة بعدم ظهور البف اللي مفترض وجوده في حال مثلا استخدامك بعض التلزمن او القلادات وبرضه كانت فيه بقات العكس يعني متعلقة بظهور بعض البفات اللي من المفترض انها ما تظهر يعني على سبيل المثال انه كان فيه سهم على يدك اليسار وسلاح ثاني بيدك اليمين كان فيه مشكلة ان البفات اللي موجودة على السهم كانت تنطبق على السلاح وهذه المشكلة عدلوها مثل التنويم وغيره غير كذا في مشكلة مشهورة صراحة ضحكتني بعد انه بعد 4 شهور فكروا انهم يحلونها الجنرال رادان كثير منكم وفي مقطع جنرال رادان تقدرون تشوفون عدد الكومنتات اللي يشتكون انه بعد ما قتلوه ما يحصلون للقريس بوينت او ما يقدرون يرجعون للعالم هذاك وهذا المشكلة صارت لي بالضبط واذكرني مت في البحر عشان ارجع للقريس بوينت فالمهم الحين بعد هزيمة الرئيس رادان يقول لك اذا لم تتمكن من الانتقال من الخريطة الى القريس يمكنك الانتقال الى القريس بلمس القريس يعني يروح فعله وبعدين تقدر تنتقل الى باقي المناطق غير كذا تم حل مشكلة مهارة السبوك وانها كانت تدمج اخوياك وفي شوية تعديلات عن هذه المهارة اما البقيية اغلبهم تحسين استقرار النظام او اللعب الجماعي الملتبلير على وجه الخصوص مثل سرعة استدعاء اخويك واخر شي يقولك تم اصلاح خطأ في بعض الخرائط كان يسمح اللعبين بالوصول الى مواقع غير متوقعة بجراءات معينة طبعا الجراءات معينة هذه معروفة كانت في طريقة اذكرها عشان توصل المدينة الثلجية الثانية تقريبا من غير حاجتك الى انك تجمع القطعتين وتعرفون القطعتين كانت سالفة والجنرال او اش اسمها نيل هذا كان مسبب الكومندر نيل كان مسبب ازمة الكثير من اللعبين طبعا هو اللي كان ماسك القطع الثانية ملخص الموضوع الشي الوحيد اللي عجبني صراحة موضوع انتقال الاجراس معك من تخزينها الاولى او من تختيمتك الاولى الى التختيمات الثانية واخيرا وليس اخرا على قولهم فيه تحسينات حلوة جميلة لاهل البي سي من تحسينات الاداء في حالة انك غيرت الويندو او غيرت الريزولوشن تبع اللعبة واهم شغله وصراحة عانيت فيها لاني يلعب على البي سي انه كان لازم ما في شي مثلا تضغط ستارت وتروح ترجع الى سطح المكتب كان لازم ترجع الى المين لوبي وتنتظر فترة اللودنج وبعدين تروح تسوي اكزيت جيم عشان تطلع من اللعبة صدقني هي المسألة كلها 15 ثانية لكن تحس بغضب بشكل يومي انك لازم تنتظر اللودنج كذا تصير محترم طبعا فيه زرين عندنا معروفين الالت والأف فور اللي هو يحذف لك اي تطبيق او يسكر لك اي تطبيق بس هذا يسبب بعض المشاكل في التخزينات او غيرها من المشاكل المهم هذه كان تغطيتي للباتش واحد زيرو فايف حلوة واحد زيرو فايف صح ادري اني اخر واحد في اليوتيوب اغطيها والمعذرها الشباب والله اني منته ايديا من الدوام وقلنا فرصة والله انسلم على الوجيهة الطيبة هذه ادري انكم سحبتوا عليه بعد الدرنج لكن اللي سويتوه مهوب شوي وما قصرتو اذا لقيت فرصة يعني مروا على السلاسة الثانية يسلموا علينا ونشوفكم ان شاء الله على خير اشكروا من تسببين القناة وشكروا من وصول كل من دعامني بلايك كومنت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته